اشتركوا في القناة 24 دوجنبر الجاري على واقع حادث عرضي تمثل في سقوط عام البناء وحسب مصادر جريدة بريستوان فان الآمل وخلال قيامه بعمله بحي الديزة سقط من أهلة كان يقف فوقها من الطابق الثاني للبناء التي يشغل فيها وتم نقل الآمل في حالة حرجة على وجه الصرع إلى المستشفى سيني طرمل لتلقي الإسعافة الضرورية فيما قامت المعصالح الأمنية بفتح التحقيق في الموضوع للوقوف على ظروف ملباسة الحادث كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء